إذن معي داخل السيديو ليا وعلى مدمنان على شرب الدماء مساء الخير ليا ومساء الخير علاء ومعي أيضا الدكتور مرسال عبد الله هو اختصاصي في علم النفس وعلم النفس الإجرامي أهلا بك دكتور مرسال ولكن دعنا نستمع إلى ليا وعلى نبدأ مع ليا ليا أخبرينا تحديدا ماذا حصل معك وكيف بدأت بشرب الدماء وكيف تجرأت على فعل ذلك كنت راحة عند رفقاتي وشفتهم عادين بجي تسألتهم شو عم بيعملوا أم قالوا لي عم نشرب دم فكرتهم بالأول عم بيمزحوا بعدين باركريوزيته راح تصار بدي أجرب الشي اللي أنا عم بيعملوا ما أعرفت بالأول عفوا على التعبير يعني ما حسيت حالك أنه عم نشرب دم كل شي ممنوع مرغوب حتى أنه واحد عم يشرب دم يعني ما خليك هذا الموضوع هيك تنفري بيأكل سودانية وبيأكل كتير أساس ممكن أن يكونوا معطشين بالدم بس أنه ما فيك تجي تسميهم أنه هيدا دم بالنهاية أنه نحنا عم ناخد دم من عدة غزة نحنا مناخده بس ما بيقولوا أنه هيدا دم نعم فإنك تجربوا بكباية وإنك تجربوا صافية وإنك تجربوا بالأكل نهية أنه كله دم لو قد ما بدك تغيره وتبرمه فمثل ما كتعم خبرك وجربت أني أشرب معنا دم وبعدين بتعرف عادة على عادة وهيكي وصرت تحب الموضوع صار أنه شيء ما بدية يومية يعني ما أنه شيء ممكن استغنى عنه كيف متل ما قالت قبل كيف ممكن تشرب بس كفية صبح تب أي نوع دم أن تشرب دم بشري ولا دم حيواني ولا حسب شو الممكن أنا صار لسنة تقريبا بشرب دم حسب شو الموجود يعني متل ما شفت أنه فيها بتكون طريقة الشطب في عندك كمان البنك يونت تبع الدم كمان فيك تشرب منه دم وفيه كون دم حيواني علاء نعم كمان خبرنا عن تجربتك بهذا الموضوع أنا بشرب دم من أنا وصغير يعني من أول موعيتي يعني بعرف أنه أول ما أجرح حالي لازم أنه أشرب دم هذه بشوفها يعني يعني هذه نحنا بنشوف واحد كان يقوله إذا جرح أصبعه أو إيده أنه مفروض يعني في ناس أنا كنتشوفهم يعملوها بس أنه تنتقي هون يعني هذه العملية تنتقي لا كيف بدأت أنت هون ما أنه بكون أنت عندك يعني عندك رغبة أنك أنت عم تشرب دم يعني بتتطور معك كلمة تكبر يعني بتصير مثلا بتجرح حالك شوي أنت وزرير بتصير أنت بتكون أول مرة جرحت حالك بلا ما تقصد بعدين بتصير تقصد أنك تجرح حالك بعدين بتصير تقصد أنك تشوف حدا مجروح يعني أنا مرة بتذكر بالمدرسة كان في حدا مجروح وقلت له أنه فيه شلاكي هون وقال لي إيه وجربت أنه مصله إيهون وهيك صارت القصة طيب كمان نفس السؤال أي نوع دم بتشرب أكتر شيء؟ بفضل دم البشري عن دم الحيواني شو الفرق؟ شو الفرق هي يعني أنه بتحس بباورة أقوى يعني بتحس حالك أنك أول دم الحيواني أنه بعضه أنه مش مثل دم البشري يعني لما تشرب دم بشري بتحس حالك أنه عم تشرب شيء يعني منك بيعطيك قوة لما تشرب؟ بيعطيك قوة بعقلك يعني بتصير كتير بتفكر أكتر بس مش أنه قوة جسدية يعني وهل ممكن أنك أنت تجرح حدا قصد؟ يعني مثلا نعرف نحنا خبرية الدراكولا أنه لما كان بده دم مثلا أوقات يضطر يعني ياخد الدم بالقوة من شخص هل ممكن تحس حالك أنه إذا عزت دم أو حسيت بدك تشرب دم أنه ممكن تأذي حدا لتشربه دمه؟ لا لا هذه بس بالأفلام بتصير بس نحنا بيناتنا لما بدنا نشرب دم فينا نسأل بعض يعني يعني فيه أنا أجرحك أنت تجرحني ونشرب دم بعض بس أنه إجي بالقوة أو أنه إجي تأج تأشرب دمك يعني أنه بلا ما قلّك أنه لا ما بتصير بس فيه قلّك أنه فيه إجرحك أو أنه نحن نتفق أنه اليوم دوري أو أخرى دورك ونصير نشرب دم بعض يعني هايك حتى بتحس فيها أنه هو أقوى أنت وعم تجرح أنت عم تشرب أنتو جروب كبير؟ أنه جروبات منا جروب واحد جروبات يعني قدات تقريباً أنه ما فيها قدال لك هون يعني أنه كثير طيب وعندكم تقوس معينة بتعيشوها بتمارسوها عندكم تنظيم تراتوبية معينة ولا هايك؟ ايه أكيد فيه تراتوبية بكل محل فيه تراتوبية يعني فيه نحنا فيه ناس أقل منا مثلاً ما فيهم يشربوا كامتتات دم لنحن نشربها فيه ناس أعلى مننا أنه بيشربوا أكتر منا بكتير فيه ناس مثلاً بيجيبوا جنين بعض وبيشربوا له دمهم يعني يعني تقريباً أنت قدي بتشرب دم؟ أنه فيه أشرب كباية دم باليوم وليا؟ نفس الشيء تقريباً نعم؟ نفس الشيء تقريباً نفس الشيء تقريباً أنا بدي أعلق له هي بلا غريصة القتل هو مش إن أنا روح تلحدة كربالي شرب له دمه من بلا هي غريصة القتل إنه مش بس إنه فيها تكون الوسيلة هي القتل هي مش الغاية إن أنا قتل شخص لا بس أنت بتتلزز بالضم أكتر إذا عم بتشوفي إنك أنت اللي عم تجرحي وإنت اللي عم تعملي أو أنت عم تتبحي هذا الحيوان تشربيله ودمه أنا بالنسبة لي إلي إنه إجرح حداً أي ممكن إنه هلقدي قويني بس مش إنه لدرجة قتله ما حتقتلي واحد بس إنه ما قولت شيلي جنين تقت شربيله ودمه إذا بعض هذا الجنين إنه بدل ما تسقطي يعني إذا أنت بق يعني في واحدة حبلة مثلاً وبدل تسقط مثلاً ابنه في إنه إنه بدل ما تسقطي ويروح الولاد فيك تشربيله وإنت دماته مش أحسن ما يروح بعد ما وصلت أنا اللي هلقدي لمرحلة أنا مصلي كتير زمين بالخابرية بس أنا مش هلقدي أكسترميست بالنصة ما في شيء أكسترميست وشيء إنه فيك تكوني مثلاً تحبي هذا الشيء أكيد بعقلك بتفكري إنه بتحبي تشربي هذا الدم إذا ما حصلت على الدم شو بتعمل؟ نعم يعني حسيت حالك بدك دم وما حصلت على الدم شو بتعمل؟ لا ما نوعي ما أحصل على الدم ماكسموم بجرح حالي وشرب دمي فيك تسألهم دكتور اللي بدك يعني عم يسمعوك ومتجاوبين أكتر منا يعني لا كتير واضحة لأنه عم يوصفوا الوضع بطريقة دقيقة جداً بس في سؤال شو بيشعر من بعد ما يشربوا الدم؟ بس شو بيشعر؟ شو شعور شي ما حقدر تفسر لك يعني شو بيشعر؟ حيول لو قد ما قلتلك ما حتفهم عليّ حيول لحنا نجرب نسمع حيول ما شي ما بيتفسر شي ما بيتشعور يعني ما بيتفسر يعني ما في يقلك يعني هو شعور كتير قوي بس ما في يفسر لك لأنه أنا ما حقعرف فسر شو بيجي عبالك تعمل؟ من بعد ما تشرب الدم؟ أكيد ما هيجي عبالي أعمل شي وصلت أنا للبيك للي بدي من بعد ما ما بيجي عبالي أعمل شي أوكي، وكيف حياتكم الجنسية؟ إنه عادة، في حيات جنسية في حيات جنسية، أوكي، ليس ألت عن حيات جنسية؟ لأنه عادة هالمشكلة مرتبطة باللزة الجنسية بجزء كبير منها، بصير أثناء العلاقة الجنسية لا، هي بتحل محلة علاقة الجنسية، بصير في تركيز على الدم يلي بيعطيه بليزير كثير عالي وكأنه هو موضوع للزة الجنسية، مش أنه هي بصير فيه نشوة كبيرة لكن ما بيشوف الدم لا، مش مزبوط فيه ترابط بين الجنس والدم؟ ما هو فيه ترابط، ما هو الترابط بصير، وخاصة بصير بالأدوليسانس يعني هلأ بنشوفها بأي طريقة بربط الدم بالأعضاء الجنسية وخاصة بلها ليا، نفس السؤال سألوا الدكتور هل بتعطيكي، هل لزة شرب الدم نفس اللزة الجنسية؟ أنه حياة الجنسية طبيعية، من خبرك أنا مش كل شي بيخده للإكستريم يعني حياة الجنسية طبيعية جداً جداً جداً، ومش إذا بعد ما أشرب الدم، بتكون مثل ما قال على أنه بيكون خلاص، هذا البيك طبع الشعور اللي أنا بديه، ما بدي شي أكتر من هيك هذا البيك، قدي ضليتي لتعلقتي هالأد، يعني أنت عم تقولي إليك سنة، وجربتك عن حشرية، بعد قدي حسيت حالك صرت مدمنة على هالشي؟ قبل أف مالس، أشهر الليلة هان الشيام تحكي للشهرين، تلقتي مكسيم وما حسيت بأي حالة نفور أو أرف عند التجربة الأولى؟ اللي عم بتسميها أعرف مرسومة؟ اعتذرت على الكلمة بس لأنه هيدا المصطلح اللي يعني واحد بيقلك أنه إذا فين مثلا الناس بيجي تتاكن لحمينية بيقلك إذا فيها أو مش لحمينية، خلينا نروح أنه بنا ناخد ستيك بمطعم، بنقول له بليز أنه ما يكون فيها دم يعني أنه تكون مستوية درجة ما يكون فيها دم، وفي ناس بفضلوها تكون ثانية ما هو عدم بدك تخبيها أنت بالأكل أو تخبيها بعدة أصا ستانية، هو بالأخير في عالم بيحبه الدم، في عنده هيدا شهيعة الدم بمشي من هيك، لما تروح على محل بتطلب ستيك طبعك يا رير يا ميديوم، يا ورافر حسب أنت إذا كيف بتحب على ستيك طبعك، إذا تحب فيها دم ولا لأ، بس أنت بتتخبى ورا خبرية ستيك، أنا أقول بشرب دم دغري يعني ما تختلف الخبرية، مثلا أنت عم تجرب تغطيها بغطاء تاني دكتور مرسل شفتك عم تهز براسك كتير مطارح يعني أنه هنو عم بيخبرونا أنه كأنك موافق على اللي عم بيقوله يعني أنه أوكي، هيدا الحالة هي هيك لازم ما في غير ما يوافق هيدا الحقيقة إي لأنه قدروا يوصفوا العوارد وكيف يمرقوا فيها، وهلأ فينا نشرحها بشكل سريع هي الحالة اسمها فون بيخ كلينيك، العلم درسها صار له جديا من فترة، بس هي موجودة مع الإنسان من زمان وبتختلف عن طوكوس مصاصي الدماء، يلي عندهم طوكوس ريتيويل بيمرسوها وبيطلعوا بالليالة، بيمشوا بالبرارة، بيرقصوا، بيرجع بيروحوا تياخدوا الدم، بيرجع بيحسوا بنشوة كبيرة، الوضع اللي شايفهم من هو شو اللي بيصير عندهم؟ هي هيدا الحالة هي بتدفع ناس تيروح يشرب دم، دم سائل عادة بيكون إيا من إنسان بيكون من هو أو من الآخرين أو من حيوان وهيدا اللي عبروا عنه بطريقة واضحة لي بيصير أنه هالأشخاص بيصيروا ملزمين بمعنى بيصير عندهم حالة قصرية يشربوا الدم وبجلال بيفتشوا على الدم بأي طريقة من خلال التفتيش على الدم؟ ليه بتصير هالحالة عندهم؟ يعني ليه بيصير في عندهم حالة قصرية أنه يشربوا دم؟ يعني بنعرف أنه اللي يدمن على الدخان يدمن لأنه فيه نيكوتين أو على القهوة لأنه فيه كافيين أو على المخدرات لأنه فيه أنواع معينة بيصير الدم متعود عليها هون الدم ليش بده يصير إنسان مدمن على شربه؟ شو اللي بيخليه يدمن؟ أكيد هلأ من ضمنه فيه حالات يعني رح بس قرب لك إياها بس على شيء اللي قاله علاء وهون منقدر نفهم فيك واحدة من الربط ليش بيصير وما بعود يقدر يطلع منا مضبوط بيّنت الدراسات حديثة على أنه الشخص يلي بيصير يشرب دم هو شخص هو طفل بالغلط شرب دم يعني جرح سنه جرح قصبه ومصه وحس بلزه هو عبيشربه حس فيه بليزير بهال شرب الدم لما بيكبر بيوصل على البيبغتي على الأدوليسونس على المراهقة بيبلش كمان بيرجع بيشرب دم بس بيكرنه مع عادة جنسية ومنشوف إنه غالبية الأشخاص بيصيروا هنو عبيعملوا العادة السرية كمان بيقدروا يقرنوا بيشرب الدم وبيصير عنده لزة بيصير كل ما بيعمل فيكساسيون كل ما بيثبت الدم مع شعور باللزة ونشوعها بعيشها كل ما بترتبت عنده بتصير حاجة عنده إنه يكررها هالحاجة بيصير لازم يشوف بده دم لأنه صار عبيروتها بلزة معينة هلأ هاللزة ليش هلأ رح نشوف شو البروفيل وهني بيعرفوا إذا العم نحكيه بيقدروا يوافقوا ولا لأ ليش هاللزة من وين بتجي شو أرضية طيب من بعد ما ينبطع بالمرحلة الثانية يلي هي بسن المراهقة وبيدمجها بالعلاقة الجنسية بيروح على مرحلة التالتة إذا كفها هالمرحلة التالتة بيصير في عنده نوع من العدوانية العدوانية بتكبر بيصير هالعدوانية بيمرسوها على حيوانات حيوانات قريبة لإلهم بيجرحون لهالحيوانات أو بيقتلهم وهذا اللي وفق عليه على اللي رفضته ليه مظبوط بيصير يروح يفتش على هالحيوان يلي ممكن بيجرحه أو بيصير جرحه طيب يشرب له من دمه أو بيقتله طيب يشرب له من دمه وفيه ده الوقف على هالمرحلة وفيه ممكن نتقل لمرحلة الرابعة يلي هي الأخطر المرحلة الرابعة يلي هي الأخطر يلي بيصير عنده حاجة ما بقت تقاوم تيوصل للدم ولما ما بيقدر ياخد هالدم بيلجأ لوسائل جرمية منه ممكن روح يسرق مختبرات ممكن يرتكي بجرائم اختصاب ومرافقة بتعذيب ودم تجريح بالدم طي ياخد كمية الدم وممكن يقتل للشخص طي يقدر يحصل على كمية الدم وفيه تيوغ انسغي قاتل متسلسل هدفه بس يحصل على الدم لما ما بيقدر يحصل عليه شو اللي بيصير عادة الدراسات بيانيت على انه البروفيل بسيكولوجيك تبع هالأشخاص عادة مين لني هنه أشخاص عينوا بتفلتهم مع أهل ما كانوا مستقرين بقلب البيت عينوا منيح بتفلتهم اثنين هنه أشخاص خجولين أشخاص علاقاتهم الاجتماعية مضطربة علاقاتهم العاطفية من نزابطة هنه أشخاص عندهم نزعات انتحارية ولها السبب لما بيشطبوا بعضهم وبيأذوا بعضهم بتكون نزعة غير مباشرة للانتحار وللموت وللقتل وجره بيعبر عنا على أنه في شي بيرتبط بالموت له علاقة بالموت يلي جربيت الصبية تقول لا أنا مش هلقدي شي فتا بس بجرح فإذا عندهم نزعات للموت هؤذي الأشخاص هنه يلي بتخلقلون عادة لنزعة تيخدوا الدم شو بيصير لما بيجمعوا جروب مع بعضهم مثل مصر مع الصبية بيوقفوا توقف قدام الجروب هالجروب عبيقل للشاب دم نحنا منشرب دم مثل لما بيصير بسن المراهقة خد مخدرات لش ما بتشرب لش ما بتجرب تيحس واحد أنه منتمي لها الجماعة عبيفتش عن هوية في معانيته يلي حملها من بيته بديخلص من هالمعانيت يلي عبيتواجعه بيجرب يخلص من هالمعانيت كيف بيخلص منها؟ بيستبدلها بشي جديد بشي بوم حاسم كأنه أنا عبنقل معانيتي وعذابي على شي جديد بيعطيني قوة الدم هو رمز الحياة رمز القوة حتى بالميتولوجيا الدراكولا لما بيروح بيمز الدم بياخد الإنرجي كلها بياخد الحياة كلها بياخد الطاقة كلها لهالسبب هي مرتبطة باللاوعي عنه وبالممارسات حتى لغاية اليوم لما واحد بكون عنده فقر دم بيقولونه رح خاد أصبينية كل أصبينية عسيسة ياخد الحديد والدم منها حتى بالقرن العشرين بفرنسا كنو أطب يشربوا دم لما واحد بكون عنده فقر دم فإذا مرتبط الدم بالإنرجي بيجوا هالأشخاص بدهم هوية بدهم يخلصوا من معانيتهم بدي يقولون نحن متميين لبعضنا البعض بفوت بلعبة أنه يشرب دم بس يشرب دم بيلاقي أنه إيه؟ كأنه الوهم يلي أنت حطوا براسك أنه هيدا بيعطيني الأنرجي بيعطيني الطاقة كلها بيخدوها وبيتعلقوا فيها لا تعلقوا لأنه صارت بديل للإتراب النفسي اللي عندهم إياه بديل لنزعة الموت اللي عندهم إياها بديل للمعانيت اللي عبيعيشوا بحياتهم هالمعانيت بحياتهم بيجربوا يفتشوا عننا يخلصوا عننا بأنه يخدوا كمية الدم موفق على هذا الكلام؟ هيدا أول تفسير هلأ بنروح للتاني موفق عليه موفق؟ نعم موفق وليا؟ موفق كمان سؤال أهلكم بيعرفوا أنه أنتم بتشربوا دم؟ نعم بيعرفوا بيعرفوا؟ نعم بيعرفوا وعادي كيف عادي؟ ما عادي كيف إذا عندك ولد مثلا أنه تعرف عليه شيء مثلا أي شيء وعادي تسكت كيف علاقتك بأهلك؟ ما عادي كثير عادي كثير عادي كثير عادي؟ أنه آه عادي فليا بيعرفوا أهلك؟ دم وأصحابك اللي مش من الجروب تبعكم نحن معهم نعمل شيء غلط بصدو مش يعني ببرم أنا على الدكاتجي وهيدا بأنه أنا بشرب دم أنه لا من الأشخاص اللي ممكن شايفين يعرفين اللي أنا قاصدو أنه في حدا من الجروب اللي مش أنت ضمنه اللي بيشربوا دم بيعرف أنه أنت بتشرب دم؟ المكرّبين اللي بيعرفوا بيعرفوا في شغلة كمان تبينت الدراسات حديثا على أنه إضافة للي ذكرته كمان لاحظوا أنه في ناس بتبلش شرب دم هي بالتزامن مع تناول مخدرات لأنه هالمخدرات بيعملوا نوع من الهزيان وهالشخص بيأخذ نوع من المخدرات كمان خلص هو الناس حقا لحد ما فشي laughing ؟ لها بعدِ 가능 لكننا لازمة التنشف تحكين عن أهلي ومأهلي وأنا أهلي نقومين برأة عرفاتّ؟ أنا سلم نزسع وربع عادي هون ما فينا أنا بقى أطوّل أكتر من هيك أنا سعيد طيب، نحن بدنا نتشكّري كمان على أنت مضطرة فيل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة